اشتركوا في القناة المياه عن طريق ودي جير ووادي بوعنان ومنبعهما من المغرب تعتمد ولاية بشار على جرفة تربة للتزود بالمياه الصالحة للشربة كما يتم استخدامه لاغراض فلاحية وزرعية وصيد الاسماء بقدرة تخزين تصل الى 260 مليون متر مكعب من المياه كما يعتبر متنفسا بيولوجيا يقصده سكان الولاية للترفيه والنزهة وصيد الاسماك وأدى الجفاف الحاد الذي شهده المغرب في السنوات الماضية وكان اسوأها هذا العام وكذلك بناء السد قدوس على الجانب المغربي لمعالجة اشكالات نقص المياه عن الساكن المحلية الى انخفاض كبير في منسوب مياه السد جرفة تربة وصل الى درجة الجفاف وضع ادى الى نفوق اسماك السد بالجملة في وضع بيئي كارثي لم تشهده المنطقة من قبل يجعلنا ندق نقوص الخطر قبل ان نصل الى نفس الوضع وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة قد اوضح خلال جلسة الاسئلة الشفاهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضية ان التساقطات المطرية عرفت تراجعا كبيرا حيث تروحت ما بين 11 مم و 125 مم مشيرا الى ان العجز وصل نسبة 50% مقارنة مع السنة الماضية وقال ان من بين سباب ندرة المياه وقلة التساقطات التلجية التي تراجعت هذه السنة بنسبة 89% حيث انتقلت من 45000 كم مربع الى 5000 كم مربع فقط نحن اذا امام وضع يستدعي اقصى درجات الحكمة وترشيد استعمال المياه من اجل منع وقوع الكارثة كما هو شأن سجرف التربة الجزائرية الذي يستمد مياه من مياه الامطار وثلوج على جبال الاطلس المغربية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة